أنا كنت بطلع على الشاشة على الكنالة العربية كنا فتحين الأخبار لأنه مرقت هذه أنه الكنالة العربية أنه ضار بقى جيت سيدة بقول له هذي بيش ضارنا؟ قال لا ضارنا و بالعافة أتصلنا على أخوالي على شاشة العربية شاهدت هذه الأسرة الفلسطينية المتواجدة في العريش بيتها وهو يقصف فقضوا أصعب الأوقات حتى علموا بنجاة من كانوا فيه أنا كل ما شفت بيته شفت على التلفزيون فجأت إيش زمنا إحنا في الحياة هذه؟ إيش زمنا في القصف؟ إيش زمنا إحنا الأبرياء؟ هو البيت طبعا بقول لي ضرر تلتينه تقريبا ضل تلتو نظف الحجارة جوان نظف البواب كله واستقروا في جزء منه يعني لأنه فيش مكان داني بديل يروح عليه عمر لديه صهر مقيم في مصر ما مكنه من القدوم للعلاج هنا مصطحبا معه بناته وثلة من أحفاده ليستأجر منزلا لم يدفع إيجاره منذ بضعة شهور فمالكته تتفهم ظروف الأسرة فيه ناس بساعدوننا ناس محترم أنا ويساعدوننا فالوقت الحالي مصر جوة غالية خالص أسعارها ومصليفة وسكانها ما نقدرش حينها عالية ما نقدرش حين شوية عيالي بعيدين عني مغطة عن كل حاجة لا بفكر في أكل ولا في لبس ولا في أي حاجة فهم عايشين برعب ليلهم ونهارهم نفس الشيء من هنا أنا بسمع القصف يعني أنا نفسي أولادي يجوا عندي يجوا يقود عندي هنا لما الله يفرجها عليهم المأساة أصعب من هجرة التمانية وأربعين بل رجعتنا للورا يمكن ألف السنة أملنا فلا كثير بس إحنا مش شايفين فيه أمل بشوف الحكاية بالزيد يعني يعني بالزيد كان يوم ما نسمعنا مثلا فيه هدنا فيه كذا لكن بشوف إحنا الأمور بعيدة شوية مش عارفين كيف يقال بسير الأمور لحتى الآن ما تعمر شيء ولا صار تقدم في شيء فالحرب هذه إبادة مش حرب سدقني إبادة إبادة هذه عمر وعائلته كالكثيرين من أهل غزة الذين خرجوا منها يتطلعون إلى العودة مجددا حتى لو كانت منازلهم تهدمت وحياتهم تبدلت تامر نصرة الحدث العريش ترجمة نانسي قنقر